بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله مشاهدين الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله وثراه في إمارة الفجيرة نأتيكم يوميا طيلة شهر رمضان المبارك حياكم الله مشاهدين الكرام هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد يوميا طيلة شهر رمضان المبارك قبل موعد الأفطار بدقائق نتكلم عن موضوع من ثم نأخذ ناقش الأطفال والشباب اللي موجودين هنا ويربحون معنا وهذه دعوة دومة نحن نكررها لكل سكان إمارة الفجيرة أنهم يشاركون في هذا البرنامج على ساتة أنهم يربحون معنا يوميا بمشيط الله تعالى طيلة شهر رمضان المبارك مشاهدين الكرام اليوم راح نتكلم عن وجبة القطايف اللي هي معروفة واللي تنتشر بشكل كبير في شهر رمضان المبارك واللي أصلها يكون من بلاد الشام والوجبة هذه لها قصة جميلة انتشرت أو بدت في سنة 98 للهجرة وأول من جربه هو الأمير الأموي سليمان بن عبد الملك في 98 للهجرة لما سووه وخلوه يجربه فأول ما جربه انتشرت بعد ذلك إلى الدولة الأموية وكانت تكون أول شي في رمضان في صفرة رمضان وكانت نالت استحسان الجميع من ثم من بلاد الشام شوية شوية انتشرت وكتبت فيها قصائد طبعا لهذه الوجبة ويعني تغزلوا فيها ومعروفة هذه الوجبة اللي تكون بالمكسرات وإن شاء الله حد من الحضور الكريم الشباب الموجودين هنا يعزمون على الوجبة هذه ني هنا ونتكلم مع أول واحدة موجودة معنا نتعرف عليك ريم من وين يا ريم؟ من السودان كم عمرتش يا ريم؟ ستة ست سنوات يا ريم؟ يا ريم شو رايش في وجبة القطايف تاكين هيا ولا لا؟ هيا هيا بس؟ تحفين تسوينا ولا بس تاكلينها؟ أسويها كيف يسوونها نزين؟ كيف تقول تسوينا وانتي ما تحفين يسوونها؟ أنا بس سلت سؤال اللي هو سؤال من القيادة العامة لشطط الفجيرة متى تأسست وزارة السعادة؟ أعطيتش خيارات 2016 والألفين وثلاثين والألفين وخمسين ألفين وخمسين كيف متى تأسست؟ يعني هي تأسست وخلصت 2016 صحة ولا غلط؟ صح لا غلط لا صح صح إجابتك صحيحة تستلمين تأسست وزارة السعادة في دولة الإمارات في 2016 تستلمين جائزتي من عند الشرطة اللي موجود هناك لازلنا تعال نتعرف عليك؟ محمد ماهر تعال يا محمد ماهر تعال قدام تعال أبو مدير حتى كلكم حياكم الله هنا تعرف عليك؟ محمد محمد ماهر محمد كم عمرك؟ سبع سنين من وين؟ من سوريا أي مدرسة؟ أكاديمية أكاديمية صايم اليوم أو نص صايم؟ نص 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 يعني من متى صايم؟ جاء من مركز هنوفر الطبي جائزة من مركز هنوفر الطبي تفضل وستمتعنا وياك رجعوا ورا الخط الأحمر علشان نقدر نسألكم ونقدر نختاركم رجعوا ورا خط الأحمر ورا خط الأحمر ورا خط الأحمر نتعرف عليك شو اسمك؟ هارون من وين يا هارون؟ فلسطين كيف حالك يا هارون؟ خير هارون صف كم أنت؟ سادس صف سادس في سؤال من القيادة أنت اليوم شوية كذا متوتر ولا تعبان ليش؟ صايم صايم كلنا صيام ليش أنت متوتر وتعبان؟ كنت لاعب كورة ولا مسوي رياضة؟ لاعب كورة فطور تتريل فطور هذا السؤال من القيادة العامة لشرطة الفجيرة من هي أول من شغلت منصب وزيرة في دولة الإمارات؟ خيارات الشيخة لبنة بن خالد القاسمي صح ولا غلط؟ صح يعني في أسأل من كذا أنا أعطيكم صح وغلط وأعطيكم الإجابة وأكيد هي صح وصح الإجابة هي صح تستلم جائزتك من عند الشرطي اللي هو اللي موجود هناك طبعا دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة اللي فيها وزارة السعادة دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة اللي يكون فيها وزارة السعادة طبعا نحن من شعوب المحظوظة لأننا من أسعد شعوب اللي موجودة في دولة الإمارات نتعرف عليك كينان من وين يا كينان؟ من سوريا صف كم يا كينان؟ أول صف أول يا كينان يا كنان كلمني عن الصوم كيف شفت الصوم اليوم تصايم هي ولا لأ ولا نصايم ما صايم ما صايم باكرة راح تصوم وعد بكرة راح تصوم وعد نحن نسوي اتفاق انت حاول انك تصوم للعصر للعصر بس حاول تصوم للعصر لان كنان انت كليوم تينينا صح ليش انت كنان قبل قبل التصوير كنت تتكلم واحد احين ليش انت مستحي خلاص نحن بنعطي كنان جائزة من مركز هنوفر الطبي تفضل يا كنان هذي جائزة من مركز هنوفر الطبي نورتنا يا كنان نورتنا يا كنان خلونا 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 نكون منظمين خلونا نكون مترتبين متنظمين عشاس انا اللي اختاركم ما ما نخرب نتعرف عليك زينة من الاردن زينة من الاردن كم عمرتك يا زينة خمسة خمسة نوات خمسة من الاردن كم عمرتك من الاردن كم عمرتك خمسة 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 احنا أنا أنا أهماً يستحي، ماذا تستحين يا زينة؟ — هكذا — هكذا؟ زينت جئيزة من مركز هنوفر الطبي ​ أع Watanger أنا سأختار أنا سأختار لماذا؟ لا يريد أن نشاركونا ماذا اسمك؟ إناس من أين يا إناس؟ من خرفكان ماذا تفعلون هنا في الفجارة؟ تفطرين في الفجارة؟ ماذا؟ كم من أيناس؟ ثاني كيف ترى الصوم اليوم؟ يعني شوي صعب شوي صعب إذن أنا بجتدين لنا دعوة وبعدين بطيتك أنا جائزة اللهم تقبل منا صيامنا وصالاتنا يا رب العالمين هذه جائزة مقدمة من حديقة الدول في الدبي لثلاث أشخاص شكرا لك تنورتينا اللهم 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 تقبل صيامنا يا رب العالمين اللهم أرحم من رحلوا منهم يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا وافرج عنا همومنا وضاعف حسناتنا يا رب العالمين اللهم تقبلنا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا يا رب العالمين وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وارحمنا مع الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لباني هذا الدار الشيخ زايد بن سلطان الانهيان وطيب له ثراه اللهم اسعده كما اسعدنا واغفر له يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين دمتم سالمين وفطورا شهيا بإذن الله تعالى حاس المدفع للمهام محتدى سر مدفع لفطار جهز مدفع للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر